في معلومة طبية هامة جداً أحب أعرفها لحضراتكم لما بنقول القلب والأوعية الدموية معناها إيه؟ معناها أن القلب اللي بيغزي كل خلايا الجسم من أول شعر الرأس إلى أخمص القدمين بالدم المؤكسد اللي يحمل الغذاء والأكسوجين ويرجع الدم ده ييجي تاني للقلب عشان يضخه على الرأتين عشان ينقيه الدورة دي بتتم خلال الأوعية الدموية اللي بتنقسم إلى قسمين أوردة وشرايين إيه هي الشرايين؟ الشرايين هي أوعية دموية اللي بتنقل الدم المؤكسد اللي البطين الأيصر ضخه محمل بالأكسوجين ومحمل بالطاقة والغذاء عشان ينتشر فيه شرايين فرعية أصغر فأصغر فأصغر لحد ما يصل إلى كل خلية من خلايا الجسم لما الدم اللي انضخ خلال الشرايين شريان الأورطي وفروعه اللي مالية جسمه كله يصل إلى الخلايا الخلايا تاخد الأكسوجين اللي هي عوزاه وتاخد الطاقة اللي هي عوزاه وتاخد الأكل اللي هي عوزاه من الدم المؤكسد اللي وصلها عن طريق الشرايين ده وبعد كده تقوم حتى الفضلات اللي عندها مع الأكسوجين اللي بعد ما خدته الأكسوجين والطاقة بتاعتها وتقوم جاية حتى الفضلات ومراجعها في الدم تاني يقوم كل ده راجع على القلب عن طريق الأوردة وبعدين لما يروح القلب يروح على الأزين الأيمن ثم البطين الأيمن عشان يضخوا إلى الرئتين علشان يغير الأكسوجين تاني بسان أكسود الكربون ياخد سان أكسود الكربون اللي موجود في الدم اللي جاي من الوريد ويحط بداله أكسوجين يبقى الأوردة هي عبارة عن إيه هي عبارة عن الأوعية الدموية اللي بتشد الدم من جميع خلايا الجسم وهو غير مؤكسد ومحمل بسان أكسود الكربون ومحمل بفضلات الغذاء بتاعة الخلايا عشان يرجعوا الدم عشان يتنقى من أول وجديد وينضخ الدم النقي عن طريق الشريين إلى الجسم يبشرين تحمل الدم المؤكسد من القلب إلى جميع الخلايا والأوردة تلم الدم بالفضلات بتاعته من جميع الخلايا عشان توديه القلب ينقيه وينضفه تاني دي معلومة مهمة لي بقى لأن لما نيجي نقول واحد جات له جلطة في الشريان جات له جلطة في الشريان يعني إيه يعني الشريان اللي بيغزي الجزء ده هينقطع عنه الدم يبقى الجزء ده هيموت جلطة في الشريان الرجل الشريان الرجل يبقى فيها ألم شديد جدا وتصفر وبعدين تزرق وتسقع ويا إما ألحق أفتح الشريان وواصل الغذاء للرجل يا إما بعد ست ساعات الرجل دي هتطقطع وهتجيلها غرغرينة وهتموت طب لو حصل جلطة في الوريد بتاع الرجل ما يحصلش الكلام ده ما يحصلش خالص بس الرجل توجع وما باش ألقان ومتوتر عليها زي الشريان يحصل جلطة في الوريد يبقى الرجل دي تورم وتحمر وتوجع وابدأ جاري تورم الرجل عن الرجل التانية وتدخن يبقى فيها زيادة في القطر بتاعها مع حرقان مع حمرار مع وجع في الرجل يجي تروح للدكتور يقولك طب نعمل أشعة بالمواجهات الصوتية دوبليكس يلاقي فيه جلطة في الوريد بتاع الرجل هو اللي خليها تنفخت وبتوجع بالشكل ده ما فيش ألق كبير من الجلطة اللي بتحصل في الساقين أو في ساق من الساقين دي إلا في حلوة لو حتة من الجلطة دي ثابت ثابت من مكانها وثابت من الرجل هتروح فين هتقوم راجع مع الأوردة لحد ما تروح الأزين الأيمن بعدين تروح البطين الأيمن يدخها على الرئة تعمل جلطة في الرئة دي الخطورة الشديدة بتاعته عشان كده نقول جلطة الوريد لازم أعالجها بأدوية مسيلة للدم وأخد الأدوية دي لست شهور من تاريخ على الأقل من تاريخ التشخيص وتاني أتابع الحالة بالدوبليكس لحد ما اطمئن إن أدوية السيولة دوبت الجلطة اللي فيه وأوريدة الرجل دي وده بتخالص وانتهت وبقت خلاص الوريد فتح تاني والدم بقى يمشى طبيعي فيه لكن جلطة الشريان تقطع الدم وتقطع الأكسجين وتقطع الغزة عن الأنسجة والعضلات بتاعت الرجل والرجلة في ست ساعات يتاكو يترجع لها الدم تاني يتطقطع تاني يتطقطع الرجل دي يبقى الفرق بين الوريد وبين الشريان اتضحت الفرق بين جلطة الوريد وجلطة الشريان بقت أوضح دلوقتي دي محتاجة علاج ودي محتاجة علاج دي لها خطورة ودي لها خطورة علاج دي غير علاج دي لكن لازم اللي يبقى فاهمين الفرق بينهم الاتنين ايه وتمانيات لكم بالصحة والسعادة اشتركوا في القناة